أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد شوغايف ديمتري إفغنيفيتش مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا وذلك بحضور ثبات ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر هذا وقد سمح هذا اللقاء لطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري أذني وسبل تنويعه لأشمل مجالات الاهتمام المشترك هذا كان قبل يومين أو ثلاثة وهذا كانت اليوم عن شنغريح أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفتئت تحققها الجزائر على جميع الأصعيدة وفي كل المجالات على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية الوحد وثلاثين لجامعة الدول العربية التي تشهد مخرجاتها ونتائجها على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهوري القائد الأعلى للقوة بوسل نحب سعنا باش ما نطلع لكمش السكر خاصة اللي عندهم السكر أو الضغط أو شنغريحا راهو في مهب الريح أو يشكر فيه تابون وقعد يشكر فيه وعارب اللي تابون مسكين يعني تابون ما يحكمش فيه شيء إنما تابون عنده الختم أنه هو رئيس الجمهورية فلو كان شنغريحا يبات وينوض ويلقى الجمع اللي مع تابون قروا أنهم يطيحوا به وبعثوا رسالة إلى تلفزيون وإلى القنوات يقول بللي لأسباب صحية تمت إحالة سعي شنغريحا على التقاعد أو بطلب منه تمت إحالته إلى التقاعد أو يعني انتهى ومش فقط انتهى رح ينتهي به ربما السجن مثل 35 جنيرال رحوم في السجن الآن وهو يعرف كما قلنا بنويرا بالتأكيد أن الجنيرالات اللي مع تابون وخصهم شنغريحا يعرفوا أنا شنغريحا متورط في المخدرات متورط في أشياء كثيرة وأنه كان القايد صالح سيسجنوه في 2018 لولا أنه تدخل عن بنويرا ودالوا الشكارة باش منعوا من السجن لكن شنغريحا عنده مشكل آخر وهو أنه كان قرر قبل أشهر أن يدير مناورات مع الروس في نوفمبر المفروض في هذا اليام كانوا تكلموا عليها قبل فترة لكن عودوا سكتوا وموش عارفين إذا يديروها ولا ما يديروهاش فيه كلام يقولوا رح نديروها في الأسبوع القادم فيه كلام يقولك لا ممكن شدا ما تتمش سواء تمت أو لم تتم شنغريحا شنغريحا عند التقديرات نتاع الفرنسيس ونتاع الأمريكيين ونتاع خصومه في الزاير هو اللي عاون فاغنر وهذه حقيقة وعاون المرتزقة تاع فاغنر وجابهم المالي والآن رهما موجودين في النيجر وبركينافاسو ومالي خاصة ببركينافاسو ومالي إلى آخره فهو وابوتين يغرق في أوكرانيا وينسحب من مناطق نحتلحة ويعتبرها أرضه والغرب يتوسع في دعمه للأوكران والصين يحاول يبعدوا شوية عن الروس الآن كي هما كي الهنودة فاشنغريحا في وضع سيء وسيء جدا لأن أقول ذلك أنا قناعتي أنهم بقالوش كثير أنا تقديري أنه قبل نهاية السنة ممكن يزيد شهر شهرين بعد نهاية السنة ممكن لكنه ما بقالوش قضية أشهر ويرحل يعني هذا إذا ما رحلوش بحقنا وقالوا توفى هذه رحة محتمل يعني وإحنا شفنا مع هذا الجنيرال شفنا كل شيء يعني نسيب القايد صالح بحقنا القايد صالح قتيال وآخرين يعني مش جديدة عليهم الآن لكن الشيء اللي ضحكني في الموضوع هو قال لك والنجاح الباهر ليقتل الشماع للقمة العربية إلى آخره واش من نجاح باهر ما هو النجاح الباهر إذا كانوا بعض اللي حضروا دولهم كانت تبعث في برقية في نفس اليوم على الانتخان انتع القمة في الجزائر اختاروا يوم عزيز على الجزائرين أول نوفمبر كانت فيه انتخابات في كاين الإسرائيلي وفاز بها أحد أجرم الإسرائيليين نيتنياه بالقانون الإسرائيلي مجرم يعني رامحة كانوا يحكموا فيها الفساد ناهيك على أشياء أخرى دول مطبعة كتب عثلوا من الجزائر يبدون عثلوا برقيات تهنئة وش من نجاح وش من نجاح نجاح في ليبيا اللي هي نفوذ روسي تركي فرنسي مصري إماراتي سعودي وش من نجاح نجاح في مالي اللي هي سيطرة روسية نجاح في النيجر هذا جيران اللي هو سيطرة فرنسية نجاح مع المغرب اللي هي العلاقات مقطوعة والخصومة تكبر وإلى آخره وش من نجاح قالين نزيد لكم حاجة أخرى عدد منهم مجاوش ملك الأردن مجاش أمير الكويت مجاش أمير رئيس الإمارات مجاش بن سلمان مجاش قال لهم عندي مريض وذني والطيارة إلى آخره خلينا نشوف هذه قضية الطيارة أنا قلتها يومها قلت رأيه يكذب وكلام مش صحيح ولكنه أعطالهم أي تفسير خلينا نشوف بن سلمان وموضوع الطيارة بالمناسبة هاي هاو بن سلمان وهذا بيان من عند الديوان السعودي واش يقول ديوان الملك السعودي بناء على توجيه الملك بن سلمان بن عبد العزيز رئيس منش وزراء غادر محمد بن سلمان اليوم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ما هكذا كذا رئيس وإلى آخره لترأس الوفد السعودي المشارك في قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة بالي في اندونيسيا وزيدين أن الرحلة تستغرق تسع ساعات بدون توقف تسع ساعات ونصف تسع ساعات وخمسة وثلاثين دقيقة قالوا أن الرحلة ما بين الرياض وبالي الاندونيسية تسع ساعات الرحلة ما بين الجزائر والرياض لا تزيد عن ست ساعات أقل من خمسة ألاف كيلومتر أو في حدود خمسة ألاف كيلومتر الرحلة ما بين الرياض وبالي أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر طيب شكن هو المفروض لا يروح لهاش اللي تحت تسع آلاف كيلومتر ثم آلاف كيلومتر وتسع سواع ونص والله تاع خمسالاف كيلومتر اللي هي الجزائر مما يعني أنه قال لهم أي كلام وكلام تحت مسخير وأنا يومها قلت قلت إذا ما راحش لمجموعة العشرين اللي راح تكون في منتصف نوفمبر راح ينصدقوه لكن أنا عارف أنه يروح وإحنا عارفين أنه كاذب وإحنا عارفين أنه قال لهم أي كلام فوره النجاح يا شنغريح بالعكس هناك إيهانات وهذه واحدة منهم يعني من بين إيهانات أخرى أن السيسي لم يأتيكم إلا بعد ما دفعت له خمسمائة مليون دولار والآن ثبت هذا الموضوع في البداية كنا نقلناه أو سمعناه من عند بعض المصريين الآن ثبت هذا الموضوع السيسي اللي ولا خلينا قبل أن نروحول السيسي إذن وين شنغريح النجاح وين النجاح آه النجاح في الأخبار تعثمانية أجبني واحد علق قال لهم يا ليتني جيت عايش في أخبار ثمانية ولا نروح نسكن في أخبار ثمانية تكذبون على أنفسكم الشعب يعاني الفقر يزداد القهر يزداد السجون ممتلئة الشركات مهلوكة العامل ما كانش الأوضاع كارثية في جوارنا الدول الأخرى تضغط وحتى هذه الدول تمسخرت بيكم وما رأيها ورؤساء تمسخروا بيكم ما جاوش وهو بن سلمان صفعة شديدة وين النجاح عبث حقيقي عبث حقيقي ترجمة نانسي قنقر